عايز أتكلم عن الغلاف وعايز أتكلم عن اختيار حضرتك للغلاف للغلاف أنا فاجئني به الفنان العظيم الجميل أولاً لونه يجنن للغلاف اللي هو طبعاً هنا عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية جديدة لأنه في حكايات تانية كتيرة في حكايات تانية كتيرة في نفس الموضوع أيوة في لقاءات كتير حضرتك عملتها هناك وشخصيات كتير قابلتها كنت مهتمة قوي في اللقاءات بتاعتي بأن أنا قابل اللي بيشتغلوا مع العامل المصري واحد من أهم الأبطال في الملحمة دي العامل المصري اللي كان يشتغل حضرتك الناس كان يشتغل هناك 3 ورديات في 24 ساعة كل 8 ساعات فريق شغال شغل ليل ونهار شغل لا يتوقف السيد الرئيس كان ينزل بنفسه هناك وده متوسق بالصور ناس شافته السيد وزير الإسكان كان وقتها الدكتور مصطفى مدبولي قبل ما تولى رئاسة الوزراء كان ينزل بشكل دوري مستمر وكان بيأخذنا معاه القيادات تحته طبعا هيئة المجتمعات العمرانية وكل قياداتها وكل المسؤولين كله كان بيتابع وكله كان بينزل علشان يحفز العامل ووضحت الرؤية ووفت القيادة والإرادة السياسية بوعودها وشفنا العاصمة الإدارية الجديدة وزي ما كنا بنقول إنه إحنا بنتكلم عن الكيان موجود على أرض الواقع ما بنتكلمش عن خيال ولا بنتكلم عن حلم إحنا لسه بنحلم به رسالة من حضرتك تقدر تقولها سريعا عن العاصمة الإدارية الجديدة دي عاصمة العاصمة الإدارية بس عشان نتكون فهمة كويس العاصمة الإدارية مش هتكون هي عاصمة مصر لوحدها وفقا للمخطط بشكل عام أن عاصمة مصر هتكون عبارة عن جزئين العاصمة الإدارية كمجتمع للمال والأعمال والعاصمة التاريخية والثقافية اللي هي القاهرة التاريخية لذلك بالتوازي مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بيتم تطوير كل المناطق التاريخية في القاهرة التاريخية عشان هما الاتنين يمثل عاصمة الجمهورية الجديدة الدول تبنى بالعمل والعمل الجاد لا تبنى بالكلام صحيح أنا بشكر حليك على وجودك معنا النهاردة بحييك على تسجيلك وتأييدك لمشروع كبير زي العاصمة الإدارية الجديدة مرسيك أستاذ محمد شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك اتكلمنا عن واحد من أهم مشاريع عصر مصر الحديث اتكلمنا عن العاصمة الإدارية الجديدة اتكلمنا عن الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة وجمهورية مصر الجديدة يعني تنمية يعني تطوير يعني تنفيذ يعني تحقيق لكل الأحلام اللي كنا بنحلم بيها وهو ده اللي بنتكلم عنه فيما يتعلق بجمهورية مصر الجديدة